عشر أشخاص يشبهون أميرات ديزني في الحقيقة من قال أن أميرات ديزني غير موجودين في الواقع؟ اليوم من خلال أشخاص حقيقيين يشبهون أميرات ديزني من خلال عيونهم الواسعة الكبيرة، تعابير وجوههم، وأيضا شعرهم الجميل، سنكتشف أنهم موجودون فعلا هؤلاء الأشخاص أقنعونا بأنه من خلال تعديلات بسيطة جدا بإمكان أي أحد أن يشبه أميرته المفضلة خبير التجميل والمكياج ريتشارد شافير من كاليفورنيا اعترف بأنه مدمن على أفلام ديزني ويقوم في أوقات فراغه بتعديلات على شكله بواسطة المكياج ليشبه أميرات ديزني المفضلات لديه في هذه الصورة نجد ريتشارد وقد أجرع تعديلات ليشبه الأميرة بيلي في فيلم الأميرة والوحش والتشابه بينه وبين الأميرة الحقيقية كبير جدا وذلك من خلال ارتداء باروكة شعر بنية طويلة وفستان أصفر طويل غيرته بالكامل بالإضافة إلى بعض المكياج الرائع ليجعله يشبهها تماما سنو وايت سارة إنجل من دنفور في كولورادو أنفقت ما يزيد عن 14 ألف دولار زمنا لتصميم أزياء لتحول نفسها إلى شخصيات أميرات ديزني العديدة وفي هذه الصورة تبدو كأنها سنو وايت المحبوبة استغرق تصميم فستانها ستة أشهر وبعد أن وضعت باروكة شعر قصير أسود وبعد أحمر الشفاه اللامع ومحدد العين الغامق بدت مطابقة تماما لسنو وايت ولكن كل ما ينقصها هو الأقزام السبعة وأميرها بالتأكيد مولان حين توجد أريانا كوان كملكة جمال ميشغان عام 2016 لاحظ الجميع شباهها الكبير بأمير ديزني مولان وذلك لأن الفتيات الأمريكيات من أصول سينية يمكنهم ببساطة أن يشبه مولان وذلك بسبب امتلاكهم نفس العيون ونفس الوجه الدائري وأيضا ابتسامة مطابقة فلو قررت أريانا تخليها عن منصبها كملكة جمال يمكن أن تعمل كمولان حقيقية حية موانا الطفلة تعرف على الطفلة ألسيا روز أبا دين طفلة رائعة تشبه إلى حد ما الطفلة موانا فلديهم نفس العيون الكبيرة البنية وأيضا نفس الخدود الدائرية الجميلة ونفس تعابير الوجه وفي حال قرروا عمل نسخة حقيقية للفيلم لا بد أن تكون هذه الطفلة ضمن فريق العمل رابونزل هل توقعت يوما أن ترى رابونزل حقيقية؟ بالطبع لا ولا نحن حتى إلى أن شاهدنا هذه الصورة لهذه الفتاة من لوس أنجلوس سكيلر فالو ولم نكن الوحيدين لنلاحظ التشابه الكبير بينها وبين أميرة ديزني رابونزل حيث أنها بالطبع تم توظيفها في تيزني لاند في كاليفورنيا لتقوم بدور رابونزل في حديقة الملاهي كل محتاجة هو وصلات شعر أصفر طوله حوالي 15 قدما وأيضا فستان رابونزل حيث أنها تملك نفس الابتسامة الواسعة العريضة وأيضا نفس شكل العيون ونفس لون الشعر سارة سواتي خبيرة تجميل ماليزية لديها القدرة لتحويل نفسها لتصبح شبيهة لأي أميرة ديزني جميع الشخصيات التي تقلدها تتضمن الحجاب وأيضا بعض المكياج الرائع الذي يحولها تماما تبدو في هذه الصورة أنها والأميرة إيريال توأم حورية بحر انفصلها عند الولادة وهي حتى تمسك بيدها شوكة كما تفعل إيريال الأميرة الحقيقية لا تملك نفس أصل مولد الأميرة بوكاهانتس لكنها تملك نفس ملامح الأميرة حيث تملك نفس نوع البشرة ولونها وأيضا نفس شكل العيون وشكل الشفاه تماما وكذلك نفس الشعر الجميل وبالتأكيد مثلت دول الأميرة بوكاهانتس في الفيلم الحقيقي ألسا أحد أشهر أميرات ديزني الأميرة ألسا لديها أخي التوأم حقيقية هي ليديا لوينكتون التي اكتشفت شبهها الشديد بالأميرة ألسا بعد أن قامت بارتداء زي ألسا لإمتاع الأطفال في مول محلي ومن بعدها بدأت تأتيها طلبات الأهالي للقدوم لحفلات أعياد ميلاد الأطفال لتشسيد دور الأميرة ألسا تقمست ليديا شخصية ألسا بشدة حيث شاهدت الفيلم ما يقرب بالثلاثين مرة والآن بإمكانها فعلا تشسيد دور الأميرة الحقيقية قامت ريدا تيوزر بتصميم فستان جميل من العصور الوسطى وتضمن أيضا قوسا وأسهم وطلبت أن تقوم بتشسيد شخصية مريدة بعد أن التقطت بضع صور لنفسها ونشرتها على الإنترنت وبالتأكيد الإجابة كانت واضحة فهي تشبه تماما الأميرة مريدة فهي تملك نفس الشعر الأحمر الطبيعي والغير منظم كالأميرة مريدة وكذلك نفس شكل الشفاء والشيء الغريب أنها أيضا تحب الرماية بالقوس والسهم كالأميرة مريدة جاسمن أولينكا ميا نويل من نيويورك جسدت بالصدفة شخصية الأميرة جاسمن في حفل الهالوين وكانت الصور صادمة لشدة شبهها بالأميرة جاسمن جميع الناس أخبرتها عن شدة شبهها بالأميرة في فيلم على الدين حيث قالت أن الأميرة جاسمن كانت دائما أميرتها المفضلة في ديزني وبعد أن دفعت 10 دولارات فقط في زي الأميرة جاسمن اكتشفت أنها توأم لها لشدة الشبه بينهم اشتركوا الآن ليصلكم كل جديد على قناة فوائد ومعلومات اشتركوا في القناة